الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسواتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات وما زال حديثنا موصولا نتحدث فيه عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه واليوم بإذن الله عز وجل الحلقة الأخيرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته وبإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه لأعمامه وأبناء عمه ونجد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفته لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قالت عائشة ما رأيت أقرب سمتا ولا دلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة لأنها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيتها وفي جلستها ولا شك أن هذا الشبه هو تشبه كريم برسولنا صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مكانه وكان إذا دخل عليها في حجرتها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مكانها كان الاحترام المتبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بناته وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليها ويقبل رأسها ويجلسها في مكانه فأي تواضع أعظم من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم ووالله إن للنبي صلى الله عليه وسلم حق أن تقبل رأسه وتقبل يده وتقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعلت ذلك ما وفته حقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك وما مد يده إلى ابنته حتى تقبل يده أو تقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم بل كان سيد المتواضعين ونجد اليوم الكثير من الأباء ربما سافر ابنه الأشهر الطويلة ثم إذا رجع من السفر لا يقوم إليه بل ربما مد له يد حتى يقبلها ولذلك ما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غرفة فاطمة بجانب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل يوم تدخل عليه ومع ذلك يقوم إليها صلى الله عليه وسلم ويقبل رأسها ويجلسها في مكانه ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرقي في التعامل مع أبنائنا وبناتنا نجد كذلك في حديث علي بن بي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي بناته وحينما جاء ذلك الكساء من الحرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعى علي رضي الله تعالى عنه وأعطاه هذا الكساء ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطك هذا الكساء لك بل اجعله خمرا بين الفواطم أي اقسم هذا الكساء بين الفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد والدة علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم نجد كذلك في الحديث الذي رواه الشيخان أن أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لي قبضة أي ماتة فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها وأرسل إليها فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب فلما جاءها رد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه مرة أخرى تقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقام معه سعد بن عبادة بن دليم الأوصاري رضي الله تعالى عنه وكذلك زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم دفعت ابنته هذا الولد الميت وكان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وكان يتقعقع في البكاء كأنه شن أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في صدره حشرجة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى حفيده ميت ثم قال له سعد بن عبادة بن دليم رضي الله تعالى عنه ما هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة أو دعها الله في قلوب عباده وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات توقفنا قبل الفاصل في هذه القصة العجيبة التي رواها الشيخان حينما أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله تخبره بأن ابنها قبض مات فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب لكنها كانت تريد أن يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها حتى يواسيها في هذه المعنة التي أصابتها فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه ذلك الصبي الميت فشمه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وكان يتقعقع من البكاء كأنه شن قال أهل العلم يتقعقع كأنه شن أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم جوف النبي صلى الله عليه وسلم مثل القربة البالية إذا ألقي فيها الماء له صوت حشرجة هكذا كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن على حفيده الذي قبض ولا شك أن هذه البلاءات تتكرر تترى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يمحص الحق تبارك وتعالى نبيه ليرفع مقام في عليين صلى الله عليه وسلم بل جاء كذلك عند البخاري من حديث أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على قبر أم كلثوم وعيناه تذرفان من الدمع حينما ماتت ودفنت جلس النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وهو يبكي وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم فكل أبنائه وبناته ماتوا في حياته إلا فاطمة ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وأيضا حينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه على خديه صلى الله عليه وسلم ولما سئل لماذا يبكي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة أودعها الله عز وجل في قلبي وكان يصبر ويحتسب ولا يقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى نجد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبناء البر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء هذه الأمة البر بآبائهم وبأمهاتهم ولذلك البر ينبغي أن يكون متبادلا بين الأبناء وبين الآباء فنحن نسمع عن بر الأبناء لكننا لا نسمع عن بر الآباء وكان يمثل بر الأباء النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يشتكي من عقوق ابنه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ائتني به فلما جاء هذا الولد إلى أمير المؤمنين قال له لما عققت أباك فقال يا أمير المؤمنين لقد اختار لي أم مجوسية وسماني جعلة فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ولذلك لا بد للأب أن يحسن تربية أبنائه وأن يحسن كذلك في معاملته لأبنائه وبناته لا يعنف ولا يشنع على أبنائه بل لا بد أن يكون متواضعا لأبنائه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإني أحذر الأبناء من عقوق الآباء فإن عقوق الآباء من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى ودعوة الوالد على ولده لا ترد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة المسافر ودعوة الصائم عند فطره ودعوة الوالد على ولده وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأباء أن يدعوا على أبنائهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أبنائكم ولا تدعو على أموالكم فإنها قد توافق ساعة إجابة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته